السؤال القادم لك يخص كأس الأمم الأفريقية وتحديدا منتخب مالي وباقي المنتخبات كيف تنظر لك أس الأمم الأفريقية هذا العام؟ ما رأيك في المستوى؟ أنا سعيد بالتأكيد لما قدمه منتخب مالي على هذا المستوى العالي أمام فرق كبيرة جدا وكنت أحضر التدريبات الخاصة بالفريق قبل الصفر كما كلما سنحت لي الفرصة أحضر تدريبات المنتخب المالي وأتمنى أن يبقى الفرق بنفس الحالة الذهنية وبنفس الحالة الفنية في دور الستة عشر وأتمنى أن يحافظ على نفس القدرة التهديفية التي لم يظهر جميعها بعد في البطولة حتى الآن ولكن بالحديث عن الفرق المرشحة أعتقد أن كل الفرق مرشحة ومن الصعب أتنبأ بفريق ما لأنه كما نقول لم يعد هناك فريق صغير في كرة القدم الأفريقية وكلما أتمنى للفريق المالي أن يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المصابقة كما أتمنى كل التفيق أيضا للفريق المصري في هذه البطولة عندنا سفير بلعب في الدولة المصري مع المنتخب المالي أليو ديانج لعب النادي الأهلي رأيك في مسيرة أليو ديانج مع النادي الأهلي وبالتأكيد مع منتخب مالي في هذه البطولة أعتقد أنه يقوم بعمل جيد مع الأهلي وحتى الآن لديه مسيرة جيدة جدا حيث أنه مر بالكثير من الخطوات وحقق بطولات همة مع الفريق الأهلي ولكن ربما الصوبة التي واجهها مع المنتخب هو أنه لدينا الكثير من اللعبين الجيدين الذين يلعبون في أوروبا في مركزه وهو رغم كل ذلك لا يستسلم ويحاول أن يعمل جاهدا لكي يجد لنفسه مكانا بين هؤلاء النجوم وفي كل الأحوال نحن فخورون به وبباقي لعب الفريق الوطني المالي وبما يقدمونه في هذه الكن وأتمنى أن يستمر دائما في التطور مع الأهلي ومع الفريق الوطني المالي رأيك فيما يقدم المنتخب المصري في هذه البطولة لو كنت تشاهد مباراة منتخب مصر بالتأكيد المصر هي أمة كبيرة في كرة القدم وطرق عليها الكثير من التطور والكثير من التغيير وعلى المستوى الفني والبدني وأصبح لديها لاعبون مميزون جدا ويتميزون بأداء جماعي ممتاز ومصر تبدأ ردة فعلة جيدة في هذه البطولة فريق قوي جدا حتى وإن كانت بدايته في البداية لم تكن بشكل جيد أو حتى وإن كان حقق ثلاثة عدلات في هذه المجموعة ولكن ما يحسب لهذا الفريق هو حالته الذهنية واليقضة المستمرة طوال 90 دقيقة والقدرة على العودة في النتيجة دائما مصر إذن هي دائما فريق منتخب قوي وكبير ومرشح دائما للألقاب حتى وإن كانت نسخة هذه البطولة عالية جدا وصعبة جدا وحتى كان من الصعب التأنبؤ بمن سيفوز ولكن أستطيع أن أقول بمنتهى الأمانة أن التأهل إلى دورة 16 لأي فريق في هذه النسخة من الكان هو أمر جيد جدا ويحسب لكل من تأهل طيب لو طلبت منك تختار أربع فرقة تتوقع تواجدهم في نصف نهاية هذه البطولة تختار مين إذا مقارنة بالفرقة التي تتحدث عنها السنغال رقم واحد المغرب رقم اثنين ومالي أيضا رقم ثلاثة والمركز الرابع سيكون ما بين مصر والكنغو وربما آخرين ولكن بوركينا أيضا في الصورة لأنها فريق قوي جدا وأيضا فريق أنغولا حقيقة الأمر يلعب كرة قدم متطورة جدا وكل هذه الفرقة الأخيرة التي ذكرتها مرشحة لأن تكون الفريق الرابع في نصف نهاية كل بالي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء كنا محتاجين نشوفك بعد فترة غياب طويلة عن الظهور واحد من أبرز المحترفين الأجانب اللجوم الدولي المصري مع نادي الزمالك ولعب عظيم ومدرب عظيم الآن واحد من أهم المدربين اللي في أفراقيا حاليا مدرب لمنتخب مالي تحت 17 السنة فائز معهم ببرونزيت كأس العالم كسب المبارادي بالمناسبة والتات والرابع دي جسد المنتخب الأرجنتيني تفاهم يعني إيه تفاهم إحنا مستنين إيه من مالي يعني جيل عامل إزاي اسمه عظيم يعني